أعلن مدير مركز الكويت تخصصي للعيون والسشاريط بجراحة العيون والشبكية الدكتور خالد السبتي عن نجاح عملية عادة البصر إلى طفلة فلسطينية تعيش بمخيم للاجئين الفلسطينيين في الأردن بعد إجراء جراحة عاجلة لها في البلاد السبتي قال إن إجراءات القيام بالعملية تمت بالتعاون مع جمعية الهلال الأحمر الكويتي وسفارة الكويت في المملكة الأردنية الهاشمية وموضحان أن الجراحة أجريت للطفلة رؤى عاهد البالغة من العمر 11 عاما وكانت جمعية الهلال الأحمر قد أطلقت برنامجا طبيا لإجراء أكثر من 90 عملية جراحية لحالات مرضية تستدعي التدخل الجراحي العاجلة